ماذا؟ وحشتونا خالص مين بيحب يسمع قصة؟ النهاردة عندنا قصة حلوة خالص عنوانها أحسنت يا سعدو قال الجدو مكتبك مرتب يا سعدو قال سعدو أنا أرتب المكتب كل يوم كل يوم ألعب ثم أرتب اللعب أقرأ القصص ثم أضع القصص على المكتب قال الجدو أحسنت يا سعدو قالت يا الأم نعم نعم سعد ولد منظم بعد ما سمعنا القصة الجميلة دي مين هيعرف يقول إيه اللي استفدنا من هالقصة دي؟ برافو عليكم اتعلمنا أن ينازم نكون منظمين نرتب مكتبنا ولما نلعب ألعبنا نرتبها ياريت كلنا نبقى زي سعد منظمين ومرتبين دلوقت عندنا مجموعة أنشطة على القصة الجميلة اللي استمعناها دي يلا بينا نحلها مع بعض النشاط الأول صد هنا عايزنا حبيبي نوصل الكلمة بالصورة دا اللي عليها تعالوا نقرأ الكلمة الأولى القصص طب القصص هنوصلها بأني صورة صورة الثالثة برافو طب تاني كلمة كلمة المكتب طب المكتب معني صورة هنوصلها بالصورة الأولى برافو وآخر كلمة قال له عبو هنوصلها بأنهي بآخر صورة متبقية اللي في النص برافو عليكم شاطرين النشاط الثاني ضع علامة صح أمام الصورة المناسبة عايزني أقرأ الجملة وأعمل صح قدام الصورة المعبرة عن الجملة دي أول جملة بتقول أضعوا القصص على المكتب يا ترى إيه الصورة المعبرة عنها؟ آه برافو عليكم الصورة الأولى نعمل علامة الصح يلا على الصورة الأولى؟ يلا نشوف الجملة التانية قالت الأم نعم سعد ولد منظم طيب أني صورة معبرة؟ برافو عليكم طبعا الصورة التانية اللي فيها ماما وسعد نعمل علامة صح على الصورة التانية النشاط الرابع اختار عايزني أختار الصورة اللي ينفع أحطها جنب الجملة أول جملة بتقول أنا أرتبه يا ترى هختار أي صورة الأطباء ولا اللعب؟ برافو عليكم هختار اللعب نحط جنبها علامة أنا أرتبه اللعب تاني جملة بتقول أضعوا القصص على يا ترى هنحطها القصص على إيه؟ برافو عليكم المكتب نعمل جنب المكتب علامة صح أضعوا القصص على المكتب آخر جملة بتقول سعده ولد كان سعده ولد إيه؟ سعده ولده منظم يبقى هنحطه على أنه سورة برافو عليكم السورة الأولى دولاب منظم شطار جدا برافو عليكم يبقى سعده ولده منظم نحط جنب أول سورة صحة برافو عليكم يا حلوين يلا نشوف النشاط الخامس النشاط الخامس أرتب برافو عليكم سورة الثانية أكتبو ولا أقرقو ده هو مسك الكتاب ده بيعمل إيه؟ بيكتبو ولا بيقراه؟ أقرقو برافو عليكم تبو أخر سورة أزرعو ولا أضعو؟ واحد بيحط حاجة على الكرسي بتاعه يبقى ده بيزرع ولا بيضع؟ أضعو شطرين خالص وإحنا نبقى نلوينها بقى في البيت النشاط السادس سم ورتب الكلمات التي بنفس اللون لتكون جملة في عندنا كلمات سعدو يا أحسنت تبقى إيه الجملة؟ أحسنت يا سعدو نوصلهم ببعض ونلوينهم بنفس اللون أحسنت يا سعدو دي أول جملة تاني جملة عندنا ولدو منظم سعدو هنقول إيه الجملة؟ سعدو ولدو منظم نوصلهم ببعض ونلوينهم بردو طبعاً والكلمات كل الكلمات نلوينها بنفس اللون يعني كده كونا جملتين جملة من الكلمات اللي باللون البنك وجملة بالكلمات اللون الأصفر شكروني حبيبي وحتوحشونا خالص خالص مبوع